المصريين في الخارج المصريين في الخارج المصريين في الخارج هو أمر كلنا مهتمين به نبتدي بأول جزئية وهي جزئية المهاجرين أو المقيمين خارج مصر بطرق غير شرعية ناس كتير جدا بتقول أن الناس دي من حقها أنها هتدل بأصواتها وناس تانية شايفين أنه هيبقى صعب الاستعلام عنهم لأنه هيبقى صعب أن هم يكونوا متواجدين في السفرات لأنه هم أساساً متواجدين بطرق غير شرعية رأي حضرتك إيه وهل شايف أنه فعلاً ممكن يدلوا بأصواتهم ولا لا؟ أنا ضد التمييز أه يعني المصريين اللي هنا ولا اللي هنا ولا اللي هنا ده أنا ضده أه هو مصري استوفى الشروط المتطلبة من القانون يدل بسوته النهاردة الشرط الأساسي أنه هو يروح يسجل نفسه في السفارة والانصلية نمره واحد نمره اتنين يكون عنده رقم قومي يروح في يوم الانتخابات يدل بصوته فيها طب وإذا هو مقيم في البلد دي بطريقة غير شرعية ده مش مشكلتنا ده مصري أيوة ما هو مصري بس إزاي السفارة هتستعلم عنه أو إزاي هو ما فيش سلام مش محتاجين لا إحنا نندل بأصواتنا والله شرطة بتاع البلد اللي هو فيها غلط وقفوا على باب السفارة واخدوه ده قصته معهم لكن أنا لا أحرم أحد لأي سبب من الأسباب في الحقوق السياسية لأن يعني أنا تخصصي أكتر في الحوال الإنسان في الحوال السياسية إلا إذا كان هناك حكما قضائيا أو ليس مستوفي لشروط لشروط ممارسة الحوال السياسية يعني القانون مرزة فأنا بقى أتحكم في ده آه وده لأ كأن خد القلة ديت لأ سيبي القلة ديت هو يمكن إسرائيل يا فندم بصراحة هي راني عايزة أتحضحها أكتر أنه في تسع مصريين في إسرائيل تقدموا للسفارة المصرية بطلبات أنه هم ينترحبوا في الانتخابات وده أثار جدد جداً لا ده غير قصة إسرائيل ده دي قصة المصريين المقمين في إسرائيل أنا بتكلم عن المصريين المقمين بطرق غير شرعية في بلاد كتير جداً في أوروبا في أمريكا في بلاد كتير جداً شباب مسافرة وموجودين وهربانين يعني أنا بتكلم عن جزئية دي المصريين بقى فات الموضيف بقى أنه بما أنه الدكتور بيقول أنه من حق المصريين جميعاً أنهم يدلوا بأصواتهم فموضوع المصريين في إسرائيل اللي تقدموا للسفارة أثار جدل كبير جداً حاول أنه في ناس بتقول أنه ليس من حقهم ليه؟ حردك عايز تعرف رأي الناس اللي بتقول لا أليه؟ لأن إسرائيل معروفة اللي دخل إسرائيل في المصري اللي مقيم في بلد بيشتغل فيها وبيكسب منها وبيأكل منها لا لا دي واحدة بس أقول لحضرتك وجهة نظر الناس اللي بتقول لا أليه؟ مش حضرتك عايز تعرف لا أليه؟ أقول لحضرتك هل حضرتك تشك لحظة في أنه هذه البلد أو إسرائيل ممكن تكون عايزة مصلحتنا؟ المصري اللي عايش في إسرائيل ده أكيد بقى تطبع بطبعهم يعني مين قال؟ أيوة يعني هو مصري بيحب بلده هو رجل المصري اللي عايش في إسرائيل لو خلت طيارة وجه مصري أنه هو تدخل ليصوت أنه هنقول له لا والله أنت عايش في إسرائيل لا هو مش هيجي لا لو جه هنقول له لا هنرد عليه ما هو إيه سبب التصويت الخارج؟ آه يعني عشان مسألة إيه ده شوية التصويت الخارج هو مصلحة للدولة ومصلحة للمصريين مصلحة للمصريين أن يكون هناك انتماء لهم لأنه مصري ويستمر هذا الانتماء وعدم تجاهله من الدولة أيوة مما صحت الدولة أن يكون هذا المصري مصري حتى في الخارج فيكون سفيرا لمصري في هذا المكان طبعا أنا أقول أن هي الأدعى لمن هم في إسرائيل أن يصوتوا ليستمر العلاقة الحقيقية بين المصري ومصري فيكون رجل مصري في إسرائيل اللي فيها خلافات لكن إذا أنا منعته يبقى أنا بزقه على إسرائيل وهو عنده حق أن هو فيها يبقى ضاع مني يبقى ضاع مني رجل من رجالي اللي هما أستمر في الألق والنهاردة لغاية دلوقتي في كل دول العالم المتحضرة اللي عايز يصوت بيبعثوه في السفارة يصوت فيها حتى إلكترونيا حتى الته لاستمرار الانتماء وأنه بيعمل حاجة لبلده وأنه هو مشارك في حكم بلده يعني حتى إذا هو عايش في إسرائيل فبلاش ناخد موقف من المصريين اللي عايشين هناك بعد إذا حدك ده بالعكس أنا أقول ده رجلي في إسرائيل مش بيقوله ادخل في إسرائيل بقى واببعث عني لا ده يقدر ينقل لي معلومة يقدر يقول لي حاجة يقدر يستمر هذه العلاقة بينه وبينه لكن بينه وبين حدك برضه الاقصاء لا يا جوز لأنه ممكن الاقصاء اللي بيحدث لهنا ولا هنا هنا يجي على حدرك في يوم الأيام لكن أنا بقول متمسك بالقانون من ينطبق عليه القانون يامل البتاع في عدنا سفرة في إسرائيل ولا ما فيش فيه الراجل اللي هو في إسرائيل مصري ده الرقم القومي من اللي عندوش وفيه اتفاقية سنة مش لا لا فيه حتى لو ما فيش يعني صوت فيه لا أنا أقول حاجة انت مع التصويت والإسرائيل لا ما صوتش معه لا برضه يعني النهاردة في أي دولة قطعت علاقات معنا المصري اللي هناك يصوت ولا لا تساول هو مش هيصوت لسبب واحد لعدم موجود الباسة الدبلوماسية أو الباسة القنصرية لكن طول ما هي موجود لازم أفتحها النصري بالعكس أنا أقول حتى أولاد المصريين اللي هم في أمريكا اللي هم مجوش مصر خالص لكن جم وخدوا رقم قومي أو رحلوهم رقم قومي يعني أنا بابعت النهاردة زي ما حديك تفضلتي يعني الداخلية تهم الرقم قومي للناس اللي مجوش وليس لديه أي علاقة بينها وبين مصر يعني أي واحد مصري بيخلف ولد أو بنت فيحصله على الجنسية المصرية جميل يا فندم ده سؤال يعني ده كان سؤال أنا هسأله دلوقتي لأنه أنا فتحت الصفحة لأيلكشنز 2011.bg فلقيت استفسار من استفسارات الشائعة إنه إذا كان المصري اتولد بر مصر ما اتولدش هنا فإزاي يقدر يتعامل فقيل إنه في يعني فيه اختيار إنه هو يختار ذلك وإنه بالتالي يتم إصدار رقم قومي ليه لأنه كل الناس اللي قبل 27.9.2011 قبل تاريخ نقاط اللجنة الانتخابية اللي ما كانش يعني اللي ما عملوش رقم قومي لازم يعملوا رقم قومي لأنهم مغير مقاعدين بالمرة لا يعني أنا يعني اللي بره برضو أنا فيه نقطة بتوصار ساعة وكويس في هذا المرنامج المشاهد كثيرا اللي هو اسدواج جنسية وعدم اسدواج جنسية العالم كله مع اسدواج جنسية ليه؟ لأنه زي ما هدك تفضلت برضو إنه هو بتديله راجل بتاعك هناك ويستمر بتاعك لكن لو أسقطته أصبح للدولة اللي خادت فيها جنسية وكأنك تخلت عنه وتخلت عن جزء منك أيوة لأنه لن يكون غير مصري مصريين بره قلبهم على مصر أنا درست بره وشفت وعملت ودرست البره علاقتهم بمصر بقلبهم وعقلهم ومستمرة تيجي تقول له والله أنت حصلت حصلت على الجنسية اللي هناك عشان يشتغل ويبقى سفيرك هناك ويبقى رجلك هناك وتستخدمه في أي حاجة فلا يبد أن أنت تستمر معاه في هذه العلاقة يبقى نقول أنه القرار ده قرار جيد أنه أنه تتم السماح للناس اللي مكانوش أو اللي ولدوا في الخارج بأنهم يسجلوا أنفسهم ويتعمل لهم بتأطرق مقاومهم صح كده أنا أتصور أن مصادر من قرار في أن هو المصريين في الخارج يصوتوا قرار أكثر ممتاز حقيقي قرار متحضر أثر إيجابي وواضح أوضح من حاجات كتير لصورة 25 يناير فأنا يعني لابد بنربط والناس هناك لو 80 ألف لغاية دلوقتي أنا عرفت تقريبا نسجلوا نفسهم في السفارات الناس ما كانش بتروح للسفارة ولا الأنصرية ويتقول لك هيمروا لنا إيه ده بالعكس دغم إنه الأعداد قليلا يعني من يومين 3 كده كده 120 ألف ده لحب مصريين حقيقين برضو حقيق مش اللي قاعد هنا أو هاي ده التاني طالع عينه ومتغرب وقلبه في مصر وفاتح المحطات كلها إيه اللي بيحصل في مصر فأسيبه ليه ونفسه يتطمن على بلد اللي هو مش عايش فيها ومش عايش على أرضها بالزبط كده لكن عايش بيها بقلبه وعقله وأولاده في البيت عنده حتى لو ما جوش مصر فهم عارفين إن دول ولاد مصر فيها ودي حاجة تفرح أكيد ولابد إن الدولة وإحنا كلنا نهتم بيه كمان أكتر وأكتر ونشجعوا على ذلك نشجعوا ونشجع أولادنا إن هم ييجوا بأعسات هنا نشجع أولادنا إن هم يجي زيارات بخاصة إن هوت لأولاد المصريين في الخارج نشجعهم حتى لو في إسرائيل يعني بعد ده هالي دول بالعكس دول ييجوا مصر لإن هيتطبط بمصر أكتر ما يتطبط ضد منا حقيقي وفي منهم كمان يا فنهم الحقيقة يعني من أصدقائنا ومن أصحابنا المقامين بالخارج من خلال الإنترنت ومن خلال وسائل إتصال الحديث متابعين بشكل كبير جدا يعني إنه في ناس كتير جدا قالت ويمكن أحتاج برضو إجابة حضرتك في الموضوع ده أو رأي حضرتك فيه إنه طب هي الناس اللي هناك دي هتختار إزاي طب هي الناس اللي هناك دي هتعرف القائمة ولا الفردي ولا إزاي ولا هل ده فعلا حقيقي ولا هل ده فعلا بيخدم الناس ولا هل ده فعلا عنده برنامج قوي ولا لأ لكن في الواقع إنه كل الناس اللي عايشة برة متابعين الموضوع على الإنترنت من خلال وسائل الإتصال الحديث إذا كان إنترنت إذا كان تواتر إذا كان يعني آيا كان بشكل كبير جدا طبعا لأنه مستمر فيها وعنده دلوقتي زي ما احنا شايفين زي ما حديك تفضلت وسائل الإلكترونية الحديثة للإتصال ثانية بثانية لكن برضو هما يعرفش إزاي هنا في مصر فيه ناس كتيرة في بعض ما هاتس أقوله هتنتخب مين الناس متصلة ومعائلتهم ومعقاربهم لو كمان عايز لغاية ما نعرف في الآخر هنقدر نصوت للأمانة يعني أنا في القاهرة فيه ناس تقولني هننتخب مين مش عارفين حتى للغاية دلوقتي لكن هي دي صورة ولابد إن احنا نتابعها حتى لو جه مش على مزاجنا أول برلمان تاني برلمان هيجي أحسن فيها وتمشي أكتر وملحاجات الكويسة فاندم كمان إنه تم إضافة أشياء كتيرة على موقع الانتخابات ومنها إنه مثلا المصرين اللي عندهم ضعف في اللغة العربية وعندهم مشكلة في النوم يكتبوا اسمهم فتم تفعيل تطبيق لترجمة الاسم باللغة العربية ومراعاة الأخطاء الشائعة طب إحنا يعني أستاذ دكتور نبيل حلمي بقى نحضرك أستاذ في القانون الدولي وعميد كلية حقوق الزغازيق سابقا عايزين نتكلم طبعا المرسوم بقانون مدة 39 أي أهم ملامحها وهل صدرت وخلصت خلاص ولا لسه يعني عايزين برضو نتنقش في التفاصيل التقنية شوي أنا أصور يعني هذا المرسوم طلع علشان يلحق إدخال المصريين في الخارج في التصويت وفي المشاركة السياسية لمصر وبدأ دلوقتي زي ما قالينا برضو أن مجموعة من الأحوال الشخصية قدرت الأحوال الشخصية في الضوء الداخلية بدأت تسافر لأن الأحوال الشخصية يعني كان نفسي للسفارات تطلع رقم قابل لكن وفقا للقانون ما تقضيش تطلع رقم قابل ولابد أن هي ترجع هنا وقت هل هو حقيقي فعلا مصري ولا مش مصري مزور يعني لابد أن هي برضو يبقى فيها تنقية أساسية قانونية لمن يحصل على الرقم القومي في هذه الحالة ولذلك النهاردة هذا التنظيم بعد ما يرجع الناس من بره ويطلعوا ويطلعوا وذلك الزباط طلع هنا بأجهزتها بعد ما ياخدوا البطائقات والطلبات لها ويطلعوا الرقم القومي بالاتصال بمصري أنهوت بالطرق بتاعتهم يصدر له حتى الرقم على أقل لغاية ما تجيله البطائق بتاعتها مجرد الرقم في هذه الحالة حتى لو مش معه الرقم القومي الرقم معاه عنده إثبات شخصية يتفضل به لإدلاء صوته في هذه الحالة وزي ما هيك تفضلت طبعا هي وحيتك برضو هي صعبة جدا لأن ممكن أكون مثلا في السعودية في واحد من سهاج واحد من هنا واحد من قريه هنا واحد من هنا دوائر متعددة في هذه الحالة ممكن أعضبك برقم من هناك